السلام عليكم وزارة 2015 الدورة الصيفية هذا السؤال الثاني الآن الثابتين سيطلعوا ألف واحدة ستة وباء موجب سالب ثمانية حاولوا تحلوا هذا السؤال قبل ما تطلعوا على الحال وبعدين شيء كل حال الآن عطول مباشرة لما يجي يحكي لي أن هذا الاقتران متصل أنا عارف بالاتصال طالما أنه بما أنه مقاف السين أو لام السين هنا في حالتنا لام السين متصل عنده سين تساوي صفر فهذا يعني لأنه نهاية لام السين لما سين تقترب من الصفر من جهة اليمين صح؟ هي نفسها نهاية لام السين لما سين تقترب من الصفر من جهة اليسار وهي نفسها إيش؟ قام لام للصفر متاز؟ فإحنا نطلع هذولا الثلاث إجابات طبعا لو تطلع على هذه الرسمة نهاية من اليسار هون نهاية من اليمين هون والصفر قيمته جاهزة فنبدأ بلام السفر لام السفر شو بتساوي 11 متاز؟ فإذا هذا أول إشي نبدأ الآن نهاية لام السين لما سين تقترب من الصفر من جهة اليسار هي نفسها نهاية لما سين تقترب من الصفر من جهة اليسار لمين؟ جيب تربيع الباسين نخصصها سين تربيع كل هذا على كم كل هذا على اللي هو ألف سين ممتاز لكن هنا في ثابتين فأنا بفضل أني أطلع هاي بعد ليش هنا كم في ثابت ولا لا أقصد على سين جاي بالخمسة سين أنا في البط على سين جاي بالخمسة سين لا هنا في ثابت واحد وهو البا فقط إذن أنا جاهز بإمكاني لو حليت هذه بإمكاني أساويها مباشرة بالصورة وطلق نتلبها لكن خلينا إحنا أول شي نسوي خطو خطو وننطلع النهايات وبعدين إيش نروح نساوي فهونا شو النهاية هي حتكون كيف ممكن نحل هذه النهاية هنا أنا بتوقع إذا أنا شايف جيب تربيع وشايف سين تربيع وشايف تحت سين جيب إذن جميعهم تستطيع قسمتهم على شو على سين تربيع صح لأنه هنا يحتاج سين تربيع هنا تختصر السين تربيع وهنا إيش السين تقسمها على السين وجيب الخمسة السين تقسمها على السين شوفتوا كيف واحد ثاني حيحكي طيب ليش ما أنا أروح وإيش أسوي ليش ما أخذ فرق بين مربعين بتقدر لأنه عندك جيب تربيع ناقص تسعة سين تربيع بتقدر تعملها جيب الباس سين ناقص تلات سين جيب الباس سين زائل تلات سين بعدين توزع البسط أو تأخذ المقام حسب الحاجة وين بك تأخذوا للمسبب بالصفر بالعادة من أخذه وتكمل حل بإمكانك تسوي زي هيك لكن أنا بشوف أنه عطول تقسم على سين تربيع أسهل لك ممتاز لأنه هنا باجي بقسمها سين تربيع بنقسمها سين تربيع وبنقسمها سين تربيع اللي بصير كالتالية جماعة لما نقسم على سين تربيع جيب التربيع الباس سين على سين تربيع بقدر أنا أطلع التربيع عام المشترك صحيح وبعدين بدي أضيف با تحت وفوق عشان أسويها شبيحة في هذا الأقتران هنا طبعا بختصر صح هنا بختصر واحدة من السين أو واحدة من التربيع شو يبقى؟ جيب الخمسة سين على سين فأنا هاي بإمكاني أكتبها وتساوي نهاية جيب الباس سين صح على سين كله تربيع لكن كله تربيع صح لكن في شغلة أنا بدي تحت يكون با فبضرب تحت ببا يعني بنضرب هنا ببا وفوق بإيش ببا ممتاز الآن ناقص تسعة كل هذا ناقص تسعة طبعا هاي النهاية لما السين تقتل من الصفر من اليسار على الآن جيب الخمسة سين على السين نفس الشي أنا بدي ياها تكون إيش خمسة هون وخمسة هون صحيح يعني هادي هاي خلينا نلونها هادي كاملة وهادي كاملة بتروح بكم بواحد لأنه اللي داخل الجيب نفس اللي تحتي فإذن شو يبقى عندي يبقى عندي اللي هو با تربيع ناقص تسعة على إيش على خمسة ممتاز وهذا هاي قيمة لام الصفر هاي قيمة نهاية لام السين لما السين تقترب هاي لام الصفر هاي لما السين تقترب من الصفر من جهة اليسار طبعا تعال نشوف كيف توزيع العلامات أكيد مباشرة حياطيني علامة على إيش على لام الصفر حياطوني هون لأنه في يعني حل فحياطوني علامة على هاي عملية القسمة على سين تربيع وعلى الجواب نهاية علامة هاي لحد الآن ناخد نهاية لام السين لام السين تقترب من الصفر من جهة إيش اليمين طبعا من جهة اليمين يا جماعين دي هذا الاقتران صح هاي خلينا ننسخه فأروح بأكتب هنا نهاية لام السين لام السين تقترب من الصفر من جهة اليمين تساوي نهاية الآن خلينا ننسخ هذا الاقتران نحطنا محلو لما السين تقترب من الصفر من جهة اليمين طبعا هنا أنا شايف أني بإمكاني إيش أطلع السين عامل مشترك فشو بصير عندي نهاية لو طلعنا السين عامل مشترك يبقى سين زائد 2 ناقص ألف صح ممتاز السين على كل هذا على إيش ألف على ألف سين الآن السين بقدر أختصرها مع مين مع السين شو يبقى عندي هذا الآن بعوض طاوض مباشر نحن منعرف من يقدر نعوض طاوض مباشر للمن فإيش بطلع عندي وتساوي صفر بروح بضال 2 ناقص ألف على ألف نفس الشي هون حتاخد علامتين أو حتاخدي علامتين ليش لأنه أول خطوة طلعت عامل مشترك اختصرته وبعدين الخطوة الأخيرة وجدت جواب النهائي الآن شو ممكن نعمل نروح نطلع قيمة الألف والبا كيف لاندي أساوي النهائي في الصورة إذن نحن نعرف أنه عندي هذه الإجابة وهذه الإجابة وهذه الإجابة وجميعهم متساويات نبدأ 11 تساوي باتر بيع ناقص على 5 فباتر بيع ناقص 9 على 5 تساوي كام 11 طبعا صحيح تساوي 11 الآن بضرب 5 بـ 11 أشبيع طيني 55 فباتر بيع ناقص 9 تساوي 55 اللي هو كأنه مقص أو ضرب تبادلي الآن بنقل السالب 9 على اليسار تصير زائد 9 فباتر بيع بتطلع 64 إذن أروح بأخذ جذر الطرفين فبيعطيني موجب سالب 8 وهذه قيمة البا تمام الآن بدنا نطلع قيمة الله مصلى على سيدنا محمد الألف طبعا هون لو مسكتوا البا وعودتوا فيها سواء الموجب والسالب لأنه بسبب وجود التربيع بتنلغى الإشارة فعشان هيك ما فرق الآن بنروح على 2 ناقص ألف على ألف بدنا نساويها بـ 11 بضرب در تبادلي بتصير 2 ناقص ألف هش تساوي 11 ألف بنقل السالب ألف على الجهة اليسار فبتصير 2 تساوي 12 ألف الآن بقسم الطرفين على كام الطرفين يقسموا يا جماعة على 12 اللي هو معامل ألف فبتصير ألف شو بتساوي 1 على 6 وهذا ألف تساوي 1 على 6 اللي حكينا عنه أول وبي تساوي موجب سالب 8 البا تساوي موجب سالب 8 هذه نهاية 2015 الدورة الصيفية إن شاء الله المحاضرة القادمة هنبدأ بـ 2016 الدورة الشتوية أنا عارف معطيكو أمثلة بلاوي أنا بحكي أنت افتح الفيديو أوله إذا ما بدك تحضر جميع أو ما بدك تحضر جميع الفيديوهات أول الفيديو تطلعوا على السؤال إذا السؤال حاسين في مجال لأنه يكون يلعب فيه حلو إذا حسيتوا أنه عارفينه وعارفين الحل مباشرة بالنظر انتقلوا على فيديو ثاني وشوفوا ركزوا على الأشياء الأفكار الجديدة هي واحد واثنين يا جماعة قد ما يتمارسوا تأكدوا تماما أنه هذا يعني ساعدكم بداخل الاختبار لأنه لما تكتبوا إيدك كثير بتصير تكتب لحالها بالاختبار خاصة وإنت شوي قلق أو أنت شوي قلقة داخل الاختبار بصير الإيد تكتب مجرد ما كتبت الإيد مدة خمس دقائق خلص الواحد برتاح نفسيا أنه هو قاعد عن بحل وبيكمل حل إذا أنتوا أول الاختبار ضدتوا صافنين بالوراء خمس عشر دقائق ربع ساعة الخوف بصير يزيد بالنفس وهذا الحكي بصير متى لما يكون الواحد ما يمارس بإيده لما تمارس بإيدك بصير خلص شغلة يعني كيف أنتوا ما أعرف إذا في حد منكم بسوء سيارة بس اللي بسوء سيارة ممكن يوصل من مكان ل مكان ومش عارف كيف يوصل تمام ليش بعد فترة بتصير الجسم يعني كأنه متشرب هذا الموضوع وبسوء لحال ونفس الشيء الحل حل البياضيات أول ما تطلع مسألة إذا المخ أردي متعود أنه يحل كثير مسائل وخلص جميع الروابط اللي بالمخ ارتبطت بتصير اللي تكتب لحالها هذه نصيحة مهمة ف يعني اسمعوها وإن شاء الله بشوفكم بالمحوضة القادمة في 2016 دورة الصيفي الشتوي الله معكم